الخلية العصبية الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية في التركيب والوظيفة في الجهاز العصبي داخل الجسم لذلك سوف نتعرف على تركيب الخلية العصبية وكذلك وظيفتها بداية هذا الشكل العام للخلية العصبية حيث أنها تتكون من أربع أجزاء رئيسية سوف نتعرف على هذه الأجزاء وكل جزء وماذا يقوم به عندنا الجزء الأول كما تلاحظون في الصورة الزوائد الشجرية هذه هي الزوائد الشجرية الزوائد الشجرية تقوم باستقبال الإشارات العصبية الجزء الثاني يتمثل في جسم الخلية والجسم الخلية يقوم بنقل الإشارات العصبية داخل جسم الخلية يوجد لدينا النواة وكذلك يوجد لدينا عضيات أخرى الجزء الثالث من تركيب الخلية العصبية يتمثل لدينا في المحور كما هو في الشكل هذا هو المحور والمحور لا يوجد في جميع الخلايا بهذا الشكل يختلف من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى ولكن المهم في المحور أنه يوجد هناك خلايا تسمى خلايا شوان هذه هي خلايا شوان طبعا هذه الخلايا تتميز بأنها مغطاة بمادة دهنية هذه المهادة تسمى المايلين طبعا هذه المادة المايلين غير منفذة للسيال العصبي وسنعرف كيف سينتقل السيال العصبي رغم أن هذه المادة غير عابرة فيما بعد لدينا الجزء الرابع اللي هي النهايات المحورية هذا هو الشكل العام للخلية العصبية فلو أفترضنا أن هناك سيال عصبي أو إشارة عصبية سوف تنتقل خلال الخلية العصبية لنفترض أن هناك إشارة عصبية في البداية سيتم من خلال الزوائد الشجرية استقبال الإشارة العصبية ثم تنتقل إلى داخل جسم الخلية جسم الخلية بعد ذلك يقوم بنقلها إلى المحور وعرفنا سابقا أن المحور يوجد عليه خلايا تسمى خلايا شوان هذه الخلايا تكون مغلفة بمادة دهنية غير منفذة لذلك فالسيال العصبي سوف ينتقل عن طريق عملية الوث وهذه مهمة في عملية انتقال السيال العصبي حيث تزيد من سرعة السيال العصبي وينتقل إلى خلية عصبية أخرى وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر